افتتح اليوم مركز دار الدواء للغسيل الكلوي الجديد بالقاهرة الجديدة والذي يهدف لخدمة أهالي إسكان الشباب بدار مصر وسكن مصر يحتوي المشروع على 22 مكينة غسيل كلوي بالإضافة لأجهزة القلب وغرف للكشف ووحدة خاصة بمعالجة المياه على مساحة 450 متر مربع تم افتتاح مركز دار الدواء للغسيل الكلوي الجديد والذي يقع في القاهرة الجديدة ويهدف لخدمة أهالي إسكان الشباب بدار مصر وسكن مصر والمستقبل بجميع مراحله أحد أضلع التنمية في هذا الوطن هي الجماعات الأهلية وما نحن بصدده اليوم جمعية شباب القاهرة الجديدة وتفتتح وحدة من وحدات الغسيل الكلوي يحتوي المشروع على 22 مكينة غسيل كلوي ألمانية الصنع بالإضافة لأجهزة القلب وغرف للكشف ووحدة خاصة بمعالجة المياه هو هنا حضرتك كل حاجة تبقى مجانية لأن المكان ده هو التبرع كريم من المتبرع وما فيش أي حاجة فيه يعني تهدف للربح أو تهدف لدخول أي مبالغ مالية على الجماعية اللي هي أسسته ولكن فكرة كلها المكان ده كله يعني مجاني المشروع ده عبارة عن واحد غسيل كلوي الأجهزة كلها مستوردة من ألمانيا وعليها ضمان تشغيل سنة كاملة ما بعد الافتتاح وما بعد التشغيل وليها برضو تشغيل لفتر التشغيل حوالي 6-3 شهور حدوم بالشركة والتدريب للمتخصصين دعم متواصل من مختلف أجهزة الدولة للجماعيات التي تعمل على خدمة المواطنين من أجل توفير سبل الرعاية الصحية بأعلى المستويات الأمر الذي يشجع الجماعيات المختلفة على العمل من أجل مجتمع أفضل كريم بيبرس التلفزيون المصري